اهلا بحضراتكم من جديد والفاقرة الحوارية من برنامج الترند والذي بيناورنا بيشرفنا فيها واحد من نجوم خط وسط القرى المصرية والنادي الاهلي تحديدا الكابتن رمضان السيد كابتن رمضان منور الدنيا وسعيد بوجودك معنا النهاردة في برنامج الترند ربنا يا خليك يا محمد بشكل جدا يا محمد طمين عليك يا اخبار الحمد لله تمام كله تمام كله تمام طيب عايز ابدأ معاك كأحد نجوم الاهلي السابقين والمحللين الفنين الكبار رؤيتك للالف في الموسم الجاري يعني الموسم الحالي بدايته وانطلاقته خسرت سوبر افريقي لحيت نفسك بسرعة بالسوبر المحلي دخلت الدوري كسبت مطشين اتعدلت مطشين رحت دوري ابطال افريقيا كسبت مباراة عدلت مباراة حققت فوز على العين ومكمل في بطولة دولية مهمة جدا اجمالا كده البداية دي في اول شهرين تلاتة شايفها ازاي طيب يعني يمكن لما نحسب الفترة دي كلها نقول النادي الاهلي كان افضل في مباراة العين واضح العين قدم مباراة كبيرة جدا الحقيقة مباراة الوحيدة اللي قدمها بالمستوى اللي هو بتاع الموسم اللي فات مستوى اللي هو تقارب الخطوط المستوى اللي هو فيه الرتم السريع مستوى اللي فيه ربط الحقيقة في التلت اللي جومي بشكل مميز جدا بالشكل كمان اللي ظهر فيه طهر محمد طهر دي يمكن افضل مباراة لكن بعد كده النادي الاهلي افتقد مميزات يعني هي اللي بتفرق معاه وبتصنع الفارق في مباراة بتاعة الموسم اللي فات كلها اولا هو كان بيعمل ضغط متقدم ولما بيعمل ضغط متقدم ما بيعملش ضغط بتلاتة او بيعمل ضغط باربعة ده بيعمل ضغط متقدم مع تقارب الخطوط بتلاقي المدافعين بيبقوا في وسط الملعب والمهاجمين ووسط الملعب بيبقوا في الثمانتاشر فكده سهل جدا انك انت تستخلص الكورة او تقطع الكورة والحاجة التانية كمان انت لما بتقطع الكورة وفيه تقارب الخطوط اللي كان مميز جدا بنادي الاهلي في الموسم اللي فات الحقيقة انت بتقدر توصل للجول بمنتهى السهولة طبعا باختراكات حسين باختراكات الحقيقة بيرستاول لما كان شغال كويس طهر محمد طهر اشتركوا في القناة